حرب السدود في العراق تعود للواجهة من جديد القلق أثاره رئيس مجلس ناحية بروانة وحديثة طاه الراوي حيث يقع سد حديثة في محافظة الأنبار الراوي قال أن تنظيم داعش بدأ بحشد مسلحيه في مدينة هيت استعداداً للهجوم على مدينتي حديثة وبروانة وطالب الحكومة بإرسال تعزيزات عاجلة لصد الهجوم وبعد سقوط مدينة الرمادي بيد داعش مؤخراً وسيطرت التنظيم على معظم المدن بين الرمادي وحديثة تبدو المدينة الهدف المرشح الأقوى لهجوم داعش القادم خصوصاً مع كونها بموقف ضعيف بعد محاصرتها من داعش منذ أكثر من عام دون وصول أي تعزيزات عسكرية أو حتى غذائية لسكانها الذين باتوا خائري القوى قوات الجيش العراقي كانت قد انسحبت قبل عام من البلدات والقرى المحيطة بحديثة مثل عانا وراوة ومدن أخرى في انسحاب تكتيكي كان هدفه الواضح هو التجمع في حديثة لحماية ثاني أكبر سد في العراق إذ أن سيطرة داعش عليه تعني إمكانية إغراق مساحات واسعة من العراق بضمنها بغداد وذلك خلال ساعات أو أيام معدودة وهو الخطر الذي خيم على العراق حين مر بالسيناريو مشابه في سد الموصل حتى استعادته القوات العراقية بعد جهود كبيرة قوات الجيش والحشد الشعبي والعشائر تبدو مشغولة بالتحضير لمعركة استعادة الرمادي تاركة مدينة الفلوجة بيد داعش في خطوطها الخلفية في حين تحولت باقي مدن الأنبار إلى جزر متناثرة ما بين سيطرة الحكومة وداعش دون وجود تصريحات أو اهتمام بما يجري في حديثة وهذا يثير تساؤلات كثيرة حول بطء التحرك الحكومي وغياب الاستراتيجية الواضحة والذي تقابله سرعة كبيرة لداعش في التحرك وإسقاط المدن واحدة تلو الأخرى شكرا